يا طالبان جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان وحد لربك أن أرادت دخلها واستحورت الآيذ القرآن والبر بالأبويذ يوجب جنة والوصل بالأرحام والجيران أمو الصلاة فهي نامر دائم يقضي على اللاثام والأدران أسبق وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل مالك يا أخى الليمان واسأل الله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم مع موجبات الجنة اليوم لدي ثلاثة أسباب وردت في الحديث الصحيح ثلاثة أسباب من أسباب دخول الجنة يقول صلى الله عليه وسلم الجنة لثلاثة من هؤلاء الثلاثة تأملوا قال ذو سلطان مقصط متصدق موفق هذا الأول ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي رحم ومسلم أي لسه فقط لذوي أرحامه بل لكل مسلم الثالث عفيف متعفف ذو عيال وإليك هذه الموجبات الثلاث الأول ذو سلطان سلطان قد تكون الولاية العامة على المؤمنين فيكون مقصط أي بالحق يحكم بينهم ومتصدق ويرحمهم فيعطيهم من ماله ولذلك يحبونه وقد يكون هذا ذو سلطان قد يكون الكفيل على مكفوله المرأة على خادمتها مدير الشركة على موظفيه كل من كان له أمر ونهي يجب أن يكون عادل بين موظفيه بين عماله بين كل من ولي أمرهم بل ويتصدق فإذا كان عادل بالحق يحكم بينهم ويعاملهم ويتصدق عليهم أبشر فإنها من موجبات الجنة الثاني رجل رقيق رجل رحيم رقيق القلب رحيم على كل مؤمن وتزداد رحمته بذوي أرحامه ذوي القربى يصلهم حتى ولو طاشوا عليه حتى ولو قطعوه حتى ولو منعوه حتى ولو هجروه فإنه من رحمته بهم ألا يعاملهم بما يعاملونه به يصل من قطعه رحيم على جاهلهم رحيم على إلحاحهم على بخلهم على فجاجتهم على غلظتهم هذا من أهل الجنة بل وعلى كل مسلم ولذلك صاحب القلب الرحيم من أهل الجنة والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لو كان فضا غليظ القلب لن فضوا من حوله ولذلك كان من أسباب أنهم التفوا عليه الصلاة والسلام أنه كان بهم رحيم وكان بالمؤمنين رحيما السبب الثالث من أسباب دخول الجنة عفيف متعفف ذو عيال إنه فقير يحسبه من يراه غنيا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يمكن أن يعرضوا ولا أن يصرحوا أعطني من مال الله الذي أعطاك هذا الذي صبر وهو ذو عيال وصاحب العيال معاشر الأحباب يحزنه ويبكي قلبه قبل عينه حاجة أبنائه وهو يرى ما ينقصهم ولكن العفة منعته من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه بل هو يعمل أناء الليل وفي النهار دوامين ويكسب من هنا ويعرق من هنا حتى يسد حاجتهم وبقيت الحاجة قائمة ومع ذلك هو لا يسأل الناس عفيف ومتعفف عما في أيديهم وذو عيال هذا بشره الحبيب بأنه من أهل الجنة أسأل الله ذل منه أن يحرم أبدانكم عن النار وأن لا يشوي خلقكم بالنار وأن يجعلكم من أهل الجنة ووالديكم قولوا آمين اللهم آمين وإلى موجب آخر من موجبات الجنة الحمد لله وإلى موجب آخر من موجبات الجنة وهذا الموجب معاشر الأحباب أن ينزل الإنسان نفسه منزلة المسلمين فلا يأتي مع الناس شيئاً إلا الذي يحب هو أن يؤتى إليه وهذا قمة العدن وقاعدة من قواعد الإسلام أن من أسباب دخول الجنة أن تنزل الناس منزلتك وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أنت أن يؤتى إليك في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر لاحظوا هذه أركان الإيمان وصول الإيمان ثم أضاف إليها عمل من أجل الأعمال قال ولتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه والله إنه العدل تريد الناس من الناس أن لا يكذبوا عليك لا تكذب عليهم أن لا يغتابوك لا تغتابهم أن لا يظلموك لا تظلمهم أن يكرموك أكرمهم أن يتبسموا في وجهك تبسم في وجوههم أن يكرموك ويضيفوك ويدعون لك افعل ذلك فإذا فعلت ذلك فإن موجب من موجبات الجنة ينتظرك إن الله يزحزحك بهذا من النار ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز أحبابي كثير من الناس حياته حياة التطفيف وإلو للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كان الأمر لهم فهم يأخذون الحق كاملا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سيخرجون الحق للناس يبدأ في التنقيص والتطفيف كذلك إذا قيل له فلان انتقده ولو أن فلانا انتقده هو لغضب طيب لماذا تفعل شيئا أنت لا تحبه ولا تحب أن يفعل معك إنه التوازن إنه العدل في الإسلام إنه الأخوة في الإيمان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فدعوة معاشر الأحبة إلى الزحزحة من النار وإلى دخول الجنة بماذا؟ بأني دائما إذا غضبت من أحد أضع نفسي مكانه فلو أنا في مكانه أغضب إذن إذا غضب فلماذا تغضب؟ ولماذا تحزن؟ أنت تريد المال قرضة لأنك محتاج للدنيا فلما سألت فلانا رفض إعطائك أتدري ذاك اليوم نسيت ذاك اليوم الذي طرق الباب عليك أبو فلان وطلب القرضة أنت ما أقرضته؟ لماذا تنوم الأول لما منعك ومع أنك منعت غيره كثير وهكذا لذلك دعوة إلى أن يكون الإنسان عدلا يقول ابن رجب إن هذا الحديث من قواعد الإسلام من قواعد الإسلام العظام تربي فينا القيم وتربي فينا المحبة في الله وتربي فينا الإعذار أن نعذر المؤمنين أن نعذرهم والمؤمن الذي يعذرهم هو منهم وهو يحبهم أما الذي لا يعذر أخشى أن يكون ناقص الإيمان موجب جميل وإلى موجب آخر بإذن الله أستودعكم الله يا طالبان يا رحام والجيران أما الصلاة فهي نابر دائم يقضي على اللاتام والنجران آخر بإذن الله آخر بإذن الله شكرا